اشتركوا في القناة كل الأرض تحت مشروع يرق باسم تخضير فلسطين غرست بذرته في قرية بلعين استصلاح الأراضي في بلعين هو استكمال لهذا النجاح لأنه ليس فقط المهم أن نسترد الأرض وإنما أن نستصلحها وأن نعمرها وأن تبقى لنا ليس فقط كأرض نتجول فيها وإنما أرض نعيد لها الخير الذي سلب منها من قبل الاحتلال بلعين القرية التي انتفضت في وجه جدار قسم جذور الشجرة الواحدة في الأرض الصامدة وصمدت بجهود قانونية وشعبية بعد أن استهدفتها إسرائيل في أراضيها المملوكة لأصحابها بإخراجات قيد وأوراق طابو أهل بلعين ذهبوا للمحاكم وبدعم من المقاومة الشعبية وبدعم من مؤسسات قانونية مختلفة وبدعم أيضا من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن هذه الأرض عدالة المحاكمة الإسرائيلية قررت ابتداء قانون جديد اسمه قانون اقتصام المصالح ما بين صاحب الأرض وما بين سارق الأرض فاقسموا الأرض بالعين ألف دنوم لهل بالعين وألف دنوم للمستوطنين وثلاثمائة دنوم تحت الجدار هذا هو هذه عدالة الإسرائيليين تخضير فلسطين المشروع الذي تشرف عليه وزارة الزراعة يؤمل فيه أن يصل عدد الأشجار الجديدة بحلول آذار إلى مليوني شجرة بين حرجية ولوزية وعنب وفاكهة التلفزيون القدس كنان عيسى من قرية بلعين تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر